كان المرشح عبدالفتاح السيسي قد أجرى صباح اليوم الكشفة الطبية لازم لتقدم بأوراق تراشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة كان في استقباله بالمستشفى رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني المستشار محمود فوزي وشهدت مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة حضور المرشح عبدالفتاح السيسي لإجراء الكشف الطبي من خلال أربع عيادات طبية وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والبطن والقلب حيث أتم إجراء كافة الفحوصات الطبية وفقا لقوائم التحليل اللازمة والتي حددتها المجالس الطبية المتخصصة